موسيقى أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عقد السيد الوزير بنغير ريكاني اجتماعا مهما بشأن موقف التعارضات لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد ضمن الحزمة الأولى وتم استعراض التعارضات تمهيدا لحسمها والمباشرة بتنفيذ المشاريع المتبقية ترأس السيد الوزير اجتماع المجلس الوطني للإسكان وتمخض هذا الاجتماع عن موافقة المجلس على رفع مدة التزديد لأقيام الوحدات السكنية التي أنجزتها الوزارة للفئات المشمولة بخطة التوزيع وافق المجلس على زيادة مدة السداد للمشتركين بالوحدات السكنية من 25 سنة إلى 35 سنة هذا راح يتيح أن تخفيض الأقصاط الشهرية عليهم وأكثرهم عوائل تحتاج دعم كذلك وافق المجلس على رفع توصية إلى الحكومة من أجل إطفاء الديون المتبقية لفئات الشهداء المشمولة بالوحدات السكنية وكذلك كلف دائرة الإسكان بإعداد تقرير حول محافظة المثنة ومحافظة كاركوك للمواد المعروضة من المحافظات أكد وزير الإعمار السعي إلى مرحلة جديدة في التعاون مع الشركات الألمانية لتنفيذ عدد من مشاريع الوزارة في مختلف القطاعات جاء ذلك أثناء لقائه وفدا ضم ممثلي الشركات الألمانية بحضور عدد من السادة المديرين العامين في الوزارة نحن مستعدين كوزارة حتى كحكومة الآن الأجواء مختلفة جدا ومتوجهة نحو التعاون أن نبدأ مرحلة جديدة في التعاون مع الشركات الألمانية نتمنى أنه أنتم تزيدون تواجدكم في ساحة العراقية وتزيدون تواصلكم مع المؤسسات العراقية وتكونون صبورين أكثر مع الهياكل الإدارية في العراق قد تكون الاستجابة لكم أبطأ من ما تتمنون على صعيد متصل وقعت الوزارة اتفاقية لإنشاء مشروع ماء الخضر والدراجي في المثنى مع بنك التنمية الألماني الذي سيخدم 173 ألف نسمة ويتضمن محطة معالجة وتحلية الماء فضلا عن خطوط وشبكات ناقلة أنجزت الوزارة أكثر من نصف أعمالها بمشروع ماء الشامية في محافظة الديوانية الذي سيوافر المياه الصالحة للشرب لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان القضاء والمناطق المجاورة ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا مدير المشروع المهندس عقيل حسن مشروع ماء الشامية الجديد الواقع فيه قضاء الشامية بسعة 4000 متر مكعب بالساعة يتكون المشروع من ثلاث مواقع رئيسية موقع التي بي المعالجة وموقعين البي اس وان والبي اس تو مواقع الضخ يخدم المشروع منطقة قضاء الشامية والديوانية باشرت الوزارة أعمالها بمشروع إنشاء الممر الثاني لطريق المقالع الحج البري في محافظة النجف الأشرف الذي يعد من الطرق المهمة والحيوية ولمزيد من المعلومات بشأن المشروع ينضم إلينا مباشرة من هناك مدير المشروع وسيم عبدالستار بداية مرحبا بك أستاذ وسيم مشروع الممر الثاني لطريق المقالع كم تبلغ نسبة إنجازه وما هي أهمية هذا الطريق نعم أهلا وسهلا تستمر شركة أشور العامة للمقاولات الإنشائية في مشروع طريق المقالع في محافظة النجف الأشرف بطول 27 كيلومتر وتضمن العمل حاليا في المقطع الثاني من المحطة 6 زائل صفر صفر إلى 27 أعمال قشط وأعمال تبليط وأعمال صب السيطرة الأمنية وقامت الشركة عن طريق تنفيذ المباشر تجهيز معمل اسفلت والفرش من المحطة 27 زائل صفر صفر إلى المحطة 24 والعمل مستمر حاليا طيب ما هي أبرز التعارضات التي تعيق عمل المشروع وهل هناك تنسيق مع باقي الدوائر لإنجازه؟ العوارض الموجودة في المقطع الأول من المحطة صفر صفر إلى 6 زائل صفر صفر تشمل أعمدة ضغط عالي 33 كي في زادا 11 كي في تتقاطع مع مسار الطريق إضافة إلى خطوط الاتصالات الدولية الأنترنت وإنبوب ماء 400 ملم إضافة إلى وجود تجاوزات من قبل الأهالي على الطريق تستمر الوزارة تنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة مجاري محافظة النجف الأشرف المرحلة الثانية الذي سيسهم بتحسين الواقع الخدمي لأبناء المحافظة ولتفاصيل أكثر ينضم معنى المهندس المقيم ريسان معيوف محطة معالجة صرف الصحي في محافظة النجف الأشرف بطاقة 100 ألف متر مكعب تخدم هذه المحطة مركز مدينة النجف تعمل بتقنية التهوية المطولة نسبة الإنجاز حاليا 87.3% من المؤمن أن تكتمل عملية إنشاء المحطة في 2014 العمل جاري حاليا على قدم وساط في تنفيذ الأعمال المدنية بالنسبة للداجسترات المراحل الأخيرة صب الرفعات النهائية للداجسترات تتزامن مع ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية مع بدء الطرق وتأهيد الشوارع بالمشروع وربط الأجزاء الميكانيكية كاملة إن شاء الله من المؤمن أن يكمل ضمن المدى المحددة باشرت الوزارة العمل في مشروع محطة معالجة مجاري تكريث بطاقة 36 ألف متر مكعب باليوم الذي سيسهم بتقليل أثر التلوث البيئي ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موقع العمل مدير المشروع ماس بشير بسم الله الرحمن الرحيم باشرت شركات زان وشم السارة بالأعمال المدنية في محطة معالجة الضباعي المرحلة الثانية حيث تجري الأعمال على قدم وساق في كافة الأحواض حفريات في أحواض الكلور نجارة وتسليح في أحواض الترسيب تنظيف في أحواض البيولوجية تنظيف الأعمال القديمة وتنظيف الساند بلاست وتنظيف المباني المهدمة في داخل سياج المحطة أنجزت الوزارة 85% من مشروع إعادة إعمار جسر الموصل الخامس ومقترباته الذي يعد أكبر جسور العراق حيث يربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الوسطى والجنوبية عن طريق ربط الساحل الأيمن عند أحياء المدينة القديمة بالساحل الأيسر في الختام تابعوا منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الألكترون الظاهر أسفل الشاشة تقبلوا مني أطيب التحايا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة